وإبوك فترة الفرنسية وإن كان مع الفرنسيين وإن كان المقاومة صايرين كثير عند ركزوا علي هيد الحقب الكتاب من الزمن ما بعرف ما بعرف حركة شون هيدا باب دريس وأشرقة الشامس عرفتي أصاصهم حلوة تيابهم ملفتين هالإبوك في كتير ناس ما بيعرفوها عم بتخلق دهشي وبتعطي هكي فخامة مثل ما عم بتشوفي مثل أمير الليل عم بتشوفي عم بتحسي بفخامة هالمرحلة نعم على سيرة أمير الليل مين بتشوف أنه أكتر حدا متفوق فيه هيدا المسلسل فيه حدا متفوق من ناحية تنسلية نص بس متفوق نص متفوق مع الاحترام نتبهي لأداء في كتير أداءات حلوة كلهم حلوين بلش مني أداء جيد هيام أبو شديد بي تواضع هيام أبو شديد أداء جيد جدا وممتاز الهضام الحلوة كيريت الأطريب بيتر سمعان ما بديش إنسى حدا منهم كلهم كلهم الهي جم السن هالطفلة الصغيرة الفضيعة دليدة وأستاذ عصام الأشقر دليدة أستاذ عصام الأشقر جمانة شمعون كمان صديقتنا يعني عرفت كيف اللي مش عم يعطوها حقه بعد بأدوار هيك رائعة جدا عم تكون بهذا المسلسل ليلة بن خليفة ليلة بن خليفة جيدة جدا هذه شخصية مركبة عم تلعبها في كتير مثلا ما عجبه حدا بيقول في صحافي بدي فوت نتفي إذا بدك سيعد لبدك على الصحافي الفنية لأنه بدي أعرف بدي شو سقفتهم الفنية للصحفيين اللي عم تقدو بيعرف شو يعني السيناريو بيعرف شو يعني الإخراج بيعرف شو يعني الحوار بيعرف شو يعني القصة بيعرف بيعرفوا بيعرفوا شو ما فوميته شو ما اللي بن ناقد بيكون دارس إخراج اللي بنقنع الإخراج لأنه كيف بدك تنتقدي انت التلفون وانت بتعرش دوريه كيف بدك تنتقدي الآيفون وما بتعرفيش من السامسونج شو المميزات الموجودة هون مميزات الموجودة هون عم تفهمي شو اللي بقصده نعم نعم لها السبب أنه اليوم بنتقذو لك ليلة بن خليفة عم تلعب عم تلعب عم تلعب يعني لا يجيبوها ليلة بن خليفة على المسلسل ما كان في ممثلة لبنانية تقدر تكون موجودة بالمسلسل يقول لها مطرح أنه جاي من تونس وبرروا لهجة اللبنانية هذا المسلسل إذا المسلسل كلفته إذا نبيع بلبنان بس بيخسر مليون دولار بيخسر مليون عكل حال هلأ عم بيقولوا فيه خسارة بالمليون مليون ونص دولار ما بصدق هلأد أنا بس أنه فيه يعني استعينوا بليلة بن خليفة بدوا يبيعوا لأنه شكلها حلو لا لا لأنه أجنبي لأنه من دولة عربية ممكن تونس يبيعوا المسلسل لمحطة تونسية أو بيبيعوا لمحطة مصرية أو أردنية بواسطة صديقة مايس حندان اللي هي كمان من رائعة الراواح شو بدنا نحكي ولو ما في حدا ما في حدا حدا يقدر ينتقدو بالتمثيل بها المسلسل جوال حكي عايب حتى رامي عياش حتى رامي عياش مش مطلوب منه أكتر من هيك مش مطلوب منه أكتر من هيك عم بيكون خفيف ومهضوم وقت الجد عم بيكون جدي وقت القوي يمكن كان بيناقصوا شوية إدارة مخرج يمكن كان نجاح أكتر بدوا إعداد ممثل شوي يكون هوا عندوا معلومات أكتر عن الأصول شوية شوية فورمسيون استعمال جسم بدي لانجويت شهد استعمال أنا ما عم بك مثلا بعطيكي مثل ما رح أنتقد اللي مسؤول عن المسلسل نكاتب أو مخرج أو مشرف أو إلى آخر إنه شو هالمبدأ إنه مخه عطول بالقارد خينة وصديق قلبي وحبيب قلبي رامي ويتطلع فيكي هاك وبين هالجأرة والناس ينتقلوا هالجأرة إنه أمير إنه ليش بيكون راس نزول دايما هاك متكأنه عميه رب عيونه من حدا طب أنا ما إلي حق أعطي رأيك على الست بس إنه بس إنتك كان بيحقلك تعطي رأيك نا بيحقلي ما بيحقلك لأنك مشيرك بالحقل حضرتك ممثل مخبرم أنا ما بتطفل أنا ما بتطفل ولا بمحبي بقل له من باب المحبة يمكنني الواحد إذا بيعطي ملاحظة مرة أنا ما بيعطي ملاحظة وأتعوت ما حدا بيقبل ولك بلد نحن عايشين ببلد ما حدا بيقبل ملاحظة من تاني لهالسبب بتعلمت ما بتعطي محد تستكرك عم بتحاربه أنا بتعطي مع الناس مع التاريخ عقد أنا مرة قلت له شغلي صغيري عن شغلي تيك تيك صغيري قال لي لا هايدي من ضمن الشخصية آه ما حد تتعطيت أنا أنا ما بلوموا قلوها أنا بلوم اللي عم بيديروا بكل صراحة بقللهم وإذا بيواجهوني أنا بقللهم بيشي كتير بدا 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 مواجهة ورح يقولوا عني هلأ أنا متفلسف وأنه أنا مدري شو رح يقولوا كتير بحرفت ما كنت أقولوا عن غيري بس أنا غير غيري وأنا ما بحكي قلت لك أنا حر ما بحكي إلا بحجي وحجي علمي منطقي وعي وفنية ومهنية بس أنه يعني بيجنن برجع بقول أمير الليل بالنسبة للكل أنا أنا مدهوش في دهشة عندي في دهشة بأمير الليل مش لأني عم بشتغل فيه أنا مبارح حلقة مبارح يمكن أكتر حلقة حبيتها ما طلعت فيها هالحلقة أنا مطلعت فيها هالحلقة بس أنا كتير حبيتها عجبتني عجبني هالحفلة اللي أنا عملت بغض النازل عبيت مش هيد عادي تقطيع تقطيع مش هيد تقطيع متل متل تقطيعات برامج التوك شو لآخر بس كانت الحركة الحلوية بالسهرة بهذه السهرة اللي كان فيها والرقصة والحوار مع الرقصة كان شغلي شغلي على مجتوى راقي جدا على مجتوى أجنبي هذا برأيي والأيضاء حلوية الألوان حلوية الحركة حلوية حركة حركة الناس كلها وكلها الشغلية الامبيانس العام يعني المحل اللي كانوا فيه كلها الاشياء كانت كلها متضافرة عملتلي دهشة خلتني حس مبسوط ومرتاح إلى أن بس نحط الجنريك بالآخر هست هك واحد قشط وظل قشط ما بده قليلا يغفى انه ولا انه فيه شغلية بتنعمل مثلا فيه بنقل مشهد كمان فكرة لحضرة الكاتبة انه مشهد بنقل بدلا ما يكون قبل هذا بيكون قبل هذا بتزمن لأنه مش فيك تعمله مثلا كان مشهد بيتر وبنت عمه لما يطلب للزواج كان فيك تنقلي لآخر ونحن ما نعرف إذا قدت له ايه أو لا نتفي السوسفانس على قد أحداث البرنامج لأنه منو كتير أكشن أحداث ورومانتكية هيك واجتماعية ولآخر فس في أحداث مثلا الحلقة اللي قبل لما بيجي منير هيدا المصري صديقنا أحمد قرارة حبيب القلبي وجهه أكبر تحيير لأنه إنسان جيد جدا لما بيجي جيب لنتيجة التحليل البال تحليل إذا حبلي ولا لا إنه كان فيك تقطع قبل شايفت النتيجة إنها حبلي قعدت هايك عاكل ستا بغرفة الماكياش حطت مخة بالقرض هايك شي ثلاث عشر ثواني ونزل جينيريك يعني عرفت قبله 15 ثانية أو بتقلب أو بتشيل أو بتحط طالما أنت ما أنا كتب حلقة بحلقة كتب بلوكيت يعني كل 500 صفحة سوا كيف ركت تعمل سو في الحلقات تزبط معك كل 45 دقيقة مثلا تعمل حدث كيف تعمل أنت عم تكتب تكتب تعرف أنه 60 صفحة الحلقة بتبلش قبل 5 صفحات تبلش التحييك لتنهي الحلقة بحدث هايك تقل الحلقة الثانية يعني أنا أكيد في إذا مش 50 40 بالمئة من الناس اللي حضروا آخر حلقة ما رح محمسين إذا عنده شو ما كان عنده بيعملوا ما رح يكون محمسة أحضر أمير أعرف شو بده يصير أو شو صار شو بده يصير قال لي شو اللي مكمل شيك تشوفي بكرة أنت هلأ جاء بينك شو اللي مكمل شيك تشوفي بكرة مش شو اللي هديك تعرف هايك وفقت أنه تتجاوز ابن عم وهديك راح حكي مع هديك التاني عمر حكي مع البنت الأجنبية اللي جاي ومش عرفتي ما فيه هاي دي بس يعني معلش حكينا كتير بس ما في شك أستاذ أسعد رشدان أنه المسلسل برغم هاي دي في بعض الكلمة أخذ عليه بقعدنا من الأحد للأربعة قدام شاشة التليفزيون لساعة تمامين ونص لساعة عشرة إلى أربعة وانا كمان وهي دي كلمة حق يعني صحيح وتحيي لسيدة مناطيح لكل الممثل تحيي من القلب بالمحبة والصدق وكتبت أنا بارح بمقابلي معي بجريدة النهار سأبقى أعمل مع مناطيح إذا أرادت حتى الموت سبقى كل اللي عم بقوله إيجابي عنا بيبقى بيبقى أصدق أصدق وأوفى وأشرف وأطيب وألز وكل بدك ستت عوج الأرض بالنسبة للي أنا مناطيح وستبقى إلى الأبد ولو بدي تكسر لراسي بإيديا ولو بدي تعمل اللي بدي تعمل فيه ولو بدي تعمل لو بدي تعمل شو ما كان ولو بدي تسمع لمين ما كان ولو بدي تحكي شو ما كان أنا هيدا ما بيتغير هيدا الكلام انطلاءا من أنه أول مبدأ بهالعليقات الإنسانية بحياتي هو الوفاء الوفاء الصادق أنا أنا وفي لمناطيح للأبد وللموت نعم وفي ومعجب بكتاباتها يعني بالإضافة العجيب بتمثيلها بإدارتها للممثل نعم تبهي كممثلي جيد بتعرف كيف تدير لممثل هي هي كإدارة ممثل شي رائح نعم لحظنا هيدا الوفاء اللي موجودة عندك بس بالمهنة في لحظتها بعضتك أنه فيه ناس بقوا فيه لألك يعني باركوا لك العودة تصلوا فيك أصدقاء أصدقاء الأوفاء مع ملك الوفاء أصدقاء الأوفاء من المهنة نعم نعم من المهنة من المهنة اللي اشتغلت معهن كان تليفزيون زملاء كممثلين اشتغلت معهن كمخرجين هني كمخرج أو ككاتب نص أو فيه إذكر كميل سلامة كعملاق من عمالقة الفن صحيح صحيح مروان نجار عملاق من عوالقة الفن اللبناني الصديق شكري أني سبحوري التقيت في التقيت في التقاينا بالمريكشدور التقاينا في غير المطرح يعني ما كتير انو عرفتي ما بعرف ما كتير شو ما كتير شو ما مش من اللي مهتمين مش من اللي مهتمين عرفتي أنا كتير انا مهتم كتير واشتغلت معه اشياء كتير حلوة وما بنسيها من اجمل الاشياء اللي اشتغلتها اشتغلتها مع الاستاذ شكرينت فعوري بس هيدا ما بيمنع انه في احترام وفي محبة بس في ناس مثلا على الهواء كنت بازياء لبنانية اجا اتصال قالوا فجأت انه مثلا كميل سلامي بتفاجأ مثلا مش بتفاجأ انه بتلفني مثلا استاذ مروانو اجار بيقول لي انا مارق بجبال اليوم ومعي نصي عوقت لقيني محل فلاني تنشرب قهويني اخد شي مثلا نقعد نحكي باماركا نفس الشي كان مروان اجار لما يروح بالولايه طبعي يتلفني نروح نلتقى نحكي عرفت كيف هو على المستوى الزمنة في كمان مثلا مشيل ابو سليمان احد الاصدقاء الوفيين دلي كان منقطع يتلفني على اماركا عيم تليفون مش عيم الوزاب عيم تليفون منقطع يعني هاو دي من عرفت كيف من هلا فيه ناس الوسط فيه فيه غيري فيه حساد فيه حدا بدي يأكل من قدام التاني مثلا لكل اللي بعمري ما بنيسمون يكون موجود انا بكل صراحة مش كلهم يعني طبعا انا بكل شي قلتوا بقولوا التعميم لا يجن ما بيرسمون ليه بدون هنه يكونوا محلك اكيد انا لما بنيجي انا كان ممكن فلان يكون مطرحة وانا كي ممكن ايخو مطرح فلان هلا بمسلسل موجود هاو تفهمي لانه بالمقارنة بالمقارنة الافضل اليه بكل بساطة مع الكل مع احترامي للكل ولا اديقون ولا شغلون ولا موهبتون ولا ايراد بس ساحة الدور استاذ بتأثر يعني بقبولك للدور ولا لا يعني مش سات بقبولي انه انا صار بتخوي في الناس منهم انه هنا في اذا في كان ممكن عندهم شانس بمسلسة لكون هذا الدور بهالعمر بهالشخصية الان هلا ممكن ياخدوا اسعد ممكن ياخدوا عصان ممكن ياخدوا نؤولى ممكن ياخدوا ما بعرف مين يعني في ناس عرفت كيف متضررة يعني عم بت عم بت عم بتنقص عم تنقص نسبة الشغل تبعون او الاشتراك او عرفت اي اي عم بتخف يعني اذا اجا خمس مسلين هلا السوريين هيدا طموح بيسمو ولا طمع هيدا هيدا بلبنان سورفيفر يعني حب البقاء ان كان على مستوى الفني بس حقهم كمان حق وانا اكيد انه حقك انتي طب لا لا حقك اذا انا جعت هلا لاشتغل مزيع وقدم برنامج وتزيحني حقك حقك انه انتي تكرهيني او او انه تتمني ما ارجع ما تفهم ما في هلا نحنا خاص نحنا كمسيحيين ما بدأ حياتنا وديننا ايم على شو محبة محبة بس مش موجودة بنسبة بنسبة وانا سعيد وانا راضي مع نفسي وراضي راضي ربي وراضي حالي لانو بترجع المحبة تحكمني اد المعصب واد ما نربز على فنين وعلى فليتين بترجع المحبة تحكمني اي اشارة من الخصم بانه هو شوية وانه بلش يحترم الناس ما عندي مشكلة معه جبران وغيره عم تفهم جمين جبران اي اشارة اي اشارة ايجيبية يمكن اعطيها لغيره بس اي اشارة ايجيبية فيها فيها اخليقية عالية وترفع وتواضع انا بقبلها وبيخدها خمس مرات اكتر بستقبلها خمس مرات اكتر اما هذا نفس الاسلوب حضل كالسان حرب ديمقراطية سلمية عم تفهم سلمية هادي صاروك كلهم سلمية ما عاد حدا بده سلمية مرحبة سلمية روح روحوا لعبوا السلمية روحوا لعبوا لانه عم تحاربوا سلمية عم تحاربوا بوريد وسواريخ بالسلمية مرحبا قال عين وبدو حط عين قديم المخرز ويكسروا للمخرز بعين وبدو يطعجوا رفتي المخرز نحن بدنا نطعج المخرز بعيننا يعني بس يشكل المخرز بعيني بدو ينطعج لانه عيني اقوى من هذا المخرز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة